بسم الله الرحمن الرحيم مع كنز العظيم جدا كنوز السنة كنز من أعظم كنوز السنة على الإطلاق هذا الدرس درس قيم جدا لكل شاب أو فتاة كل شاب مقدم على الزواج أو فتاة مقدمة على الزواج لكل زوجين أو لكل امرأة حامل أو لكل زوجة لم ينجبها وعندهم النية لإنجاب من يسمع هذا الدرس يرسله للمتزوجين أو لمن يقدمون على الزواج أو للمرأة الحامل خاصة روى ابن عساكل بسنة صحيح من حديث أبي هريرة رد الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أطعبوا حبا لكم اللبان اللبان يستخرج من نبات الكندر مادة صوغية تستهرج من شجرة الكندر أبو نبات الكندر أطعبوا حبا لكم اللبان فإن يكن ما في بطن المرأة غلاما خرج عالما غازيا ذكي القلب شجاعا سخيا وإياكم ما في بطنها جارية حسن خلقها حسن خلقها وعظم عجيزتها يعني عجيزتها اللي هي مؤخرة المرأة يعني مؤخرة بتاعتها الأكبيرة بمعنى صح تكون منتلئة القوام ممشوقة القوام جميلة حسن خلقها وعظم عجيزتها وحاضيت عند زوجها يعني كانت محبوبة عند الزوج حسن خلقها هذا معنى أنها تبقى من أهل الجنة حد يطول أن يرزق فتاة أو بنت حسن خلق حد يطول أن يرزق صبي أو رجل يصبح عالما لازئيا في سبيل الله مجهدا قويا سخيا يعني كريما زكي القلب شجاعا كذلك أنا قوصي كل امرأة حامل كل يوم كل اللبان أو كل نبات الكندر كل يوم ماذا أشرف من أن تكوني أمة العالم أو تكوني أمة الإنسان ماذا يقول هذا الحديث؟ أولا ابن عساكر صحح السنة أولا حضركم الشواهد الكثير من السنة تقوي هذا الحديث أولا هذا الحديث من طريق آخر مختلف من حديث الفضل ابن العباس ابن عطبة ابن أبي لهب هذا غير الفضل ابن العباس ابن عام النبي صلى الله عليه وسلم هذا حفيد ابن أبي لهب ابو عطبة ابن أبي لهب كان مستموه ابن أبي لهب كان شاعرا تصيحا حتى سيدنا أبي طالب قال له وحارب مع سيدنا أبي طالب في مقاعدة صفين سيدنا أبي طالب قال له أنت أفصح أو أشعى قريش يعني أكثر الناس يعني أكثر الناس يعني أكثر الناس إجادة للشعر في قريش ما رفهم قريش طبعا أفضل العرب فصحة في اللغة العربية فالفضل ابن العباس ابن عطبة ابن أبي لهب يقول أطعم وحبه لكم من لبان فإياكم ما في بطنها غلاما يكون ذكي القلب وإياكم الأنسة يحسن خلقها وتعظم أجيزتها ذكي القلب يعني الرسول في الحديث الصحيح القلوب أوعية بعضها أوعى من بعض فرب سامع أوعى من مبلغ رب حامل فقه يحمل فقه إلى من هو أفقه منه دائما كان العرب يقوله على القلب قلب عقل يعني العقل قلب يعني عقل الإنسان فيه في قلبه وليس في عقله لنها كاما من الناس كفار معهم دكترهات ومعهم متعوحة ويعبدون الأصنام ويعبدون الملحدين فالعقل هو الميستر والقلب هو الميستر والقلب هو اللي يحرك العقل هو اللي يحرك كل الجسم فالقلب صالح حشان كنا دائما ربنا يقول في القرآن والقرآن يفصل الصنة والصنة تفصل القرآن لهم قلوب لا يفقهون بها وليس لعم أقول قلوب فإنسان يطلع ذاكي القلب قلبه عنده قدر قدر عالي على الحفظ يطلعه وعشان كده يطلع عالم فشيء عظيم جدا فشيء عظيم جدا فإنسان عاقل يسمع هذا الفضل العظيم وضع هذه الفرصة فأولا أكون زوجتك حامل وتكلهش بقى هذا النبات العظيم اللي هو الكندر أو اللي هو اللبان طب ايه تاني يؤكد صحة هذا العليس قول النبي صلى الله عليه وسلم سيد علي مبي طالب يا علي ثلاث يزدن في العقل والحفظ اللبان والسواك وقراءة القرآن السواك يستخدم الحامل وليس ستستخدمه ولكن لا يوجد مانع أبدا أن الحامل كما تتسوق لأن السواك في مادة تنزل في الفم وتبلع فالمرأة الحاملة التي تقدرها تتسوق كله لأنه يضع عرضها سيأثر على المورود لكن السواك السواك ممتاز للناس الكبار مثل أن السواك في كل صدام وحضرتكم قبل ذلك فأكثر من درس أن السواك يضعف سواب الصلاة سبعين وضعفا وفيه رواية من سبعين لربمائة ضعفا وجاء في أحد الرواية أن يمر صاحب السواك الذي يوظم عليه على طول كالبرق على السراط فالسواك فيه فوايد عظيمة ويقل من السرطان ويقل من السرطان ويشد اللسة ويزيل البلغة من الصدر فوايد لا تحصل ويضعف الحسنات السبعين ضعفا كان هذا كلام عبدالله ابن عباس وضعفا فإذا رسول سيدنا علي قاله اللبان مع البعث السواك وهذا يؤكد صحيح الحديث الحديث الذي فاتت في تقوية الحفظ فالمرأة الحملة ما اعتقده كل يوم سيبقى في دمها دمها سيروح للجنين يظهر الجنين زكي ويقوم الحفظ والرسول فالحديث قال العالماً غازياً يعني جوجانة في سبيل الله شجاعاً سخياً شكى رجل إلى سيدنا علي بن أبي طالب كسرة النسيان قال له قال له عليك باللبان فإنه يشجع القلب ويذهب بالنسيان حديث ثاني من طريق آخر شكى رجل إلى أنس بن مالك النسيان فقال له عليك بالكندر الذي نقول عليه دلوقتي فانقعه من الليل فإذا أصبحت فخد منه شربة على الريق فإنه جيد للنسيان ورؤيا عبدالله ابن عباس قال له أنه جيد للبول ولي النسيان فشيء عظيم جدا فكل مرأة حامل لا تضعيش على هذه الفرصة العظيمة فرصة عظيمة جدا نبات الكندر أو اللبان تمضغه كل يوم لا تخليش يوم يعدي أو لا تعرف أنك حامل لغاية الولادة لا تستخدار نية أن أرزق باب ابن غازي شديد الزكاء عالم سخيا كريما والبنت تبقى مطيعة حظرة الخلق حظرة الخلق حظرة الخلق تبقى محبوبة للزوج حظرة الخلق تبقى من أهل الجنة فأنا أكتب لكم هذا كلام بالتفصيل في الوصف كل قولي أعزي أستغفر الله لكم